الحمد لله يا رب العالمين يا فارس والله الحمد لله يعني توقيت انتصار يعني مهم جدا في وقته جدا بجد بجد شكرا الجهاز الفني بالكامل لمنتخب مصر شكرا رجالة منتخب مصر يعني لما جينا تكلمنا في دور المجموعات كنا بنتكلم عن قلق من الأداء لكن لو رجعتوا تاريخ كده حلقاتنا هتلاقونا كنا وصقين جدا ومشينا بسناريو 98 قلنا قبل مباراة مصر وكوتيفوار قلتلكم ربنا يكرم كده حساسها رقلات ترجيح ونروح ل 98 وروحنا رقلات ترجيح وكسبنا مباراة مصر والمغرب قلنا عن الشعبات في ايه في 86 و2017 وان لما بنروح للأدوار الاقصائية ان شاء الله ربنا بيكرمنا وبينفوز على المغرب وبعيدنا عن اي نتائج لما كنا في مباراة الكاميرون الكاميرون لما بتصل لانقابل نهائي كالعادة بتخسر الكاميرون 1972 امام الكنغو الديمقراطية وتحديدا 2 مارس 1972 منظمة البطولة بتلعب قبل نهائي بتخسر امام الكنغو النهاردة التاريخ بيعيد نفسه الكاميرون بتنظم البطولة اتو بيعلن الحرب كيروش قال له بلاش الحرب مع المصريين لان المصريين لو حربوا بينتصروا معروفة عقيدة عند المصريين الحرب عندنا يعني الانتصار مبروك لرجالة مصر مبروك لكل الشعب المصري وان شاء الله نفضل ماشيين على التاريخ وان الشعبات في اي حاجة في نتائج مصر والسنغال وعارف ان فارس دلوقتي هيقول لي انت دايما كده في الشعبات هقولك ابعيد لي خالص عن نتائج مصر والسنغال وامسك لي في نتيجة واحدة 2006 لما بنلعب ادوار اقصائية والدور قبل النهائي كسبنا 2 واحد يا رب يوم الحد ان شاء الله مباراة نهائية وتوصل السنغال للنهائي كالعادة وتخسر البطولة وتنتصر مصر بإذن الله بالبطولة الغالية